في الأستاذ الفاضل اللي ألح في سؤاله حاضر وقال من قلش اسمه هو هو بيقول إنه حب إنسانة متزوجة وهو أيضا وللأسف بيقول حصل المحضور يعني وقع في الزنا وبيقول ومن ساعتها وأنا أرى الكرب والقهر بسبب هذا الذن وللأسف هي بتحبني وأنا أيضا محتاجها وأحبها وحاولت شهور كثيرة إن أنا أبعد عنها لكن لا أستطيع السؤال لو أنا يعني لو هي طلقها زوجها وتزوجتها يكون ما حدث بيننا زنا يعني يا أستاذي الفاضل صاحب السؤال حضرتك حاصر التفكير في ديره وتارك ما هو أعظم يعني أنا دلوقتي نسأل الله سبحانه وتعالى العافية للجميع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزهنا عن جميع الذنوب والمعاصي ما ظهر منها وما بطن نسأل الله لنا جميعا ولازم الإنسان دائما أبدا يجدد بهذه الدعوات ويسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزهه عن جميع الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك ويغفر له أنا في الحالة دي حبص إن أنا أروح أطلقها من زوجها عشان أنا أتجوزها عشان اللي إحنا عملناه وإحنا متجوزين هي متجوزة وأنا متجوز ما يبقاش زنة يعني طريقة التفكير آخر فاضل خاطئة أنت أخطأت وعايز تكلل الخطأ بأخطاء أكبر وهي أنك تهد بيت الزوجية بعد ما أكيد أنت أفسدته بهذا الدخول الشديد اللي أنت وصلت فيه إلى حد كبير من الكبائر فأنا في الحالة دي لابد من قطع هذه العلاقة وترجع هذه وتستطر بستر الله والنبي عيسى والسلام أمر بذلك من ألم منكم بشيء من هذه القاذورات فليستطر بستر الله النبي أمر صلى الله عليه وسلم بذلك فهي تستطر وحضرتك تستطر وكل بقى خلاص كل واحد يروح في طريق إنما عايز تطلقها فترتكب الإسم الأشد والأعظم كمان مع هذا الإسم السابق وتهد البيت وإنت كمان تقوم بهد بيتك لأنه أكيد مش هيبقى فيه بركة والحب بقى اللي أنتوا يعني في قمة الوهج ده حينزل على ما فيش لا إنه ما فيش بركة ولا استمرارية إلا مع الأشياء أو إلا مع الأمور إلا ربنا سبحانه وتعالى باركها فشيء ربنا ما فيش بركة ولم يذكر عليه اسم الله وإنت بتستحل يعني الزوجة بذكر اسم الله سبحانه وتعالى وعقد النكاح بيكون إيه زي ما حضراتكم عارفين وهي كذلك أقوم إحنا يبعدنا هذه الجرأة كمان لهد العقد والاستمرار بعد ذلك في هذا الفجور ده فجور لازم تتوقف وإن كنت فعلا حاسس بقرب وشدة لم تنعت عن إقدامك وتحكمت في هذه العاطفة هتقهر نفسك بعض الأيام والليالي والشهور لكن تحترم نفسك بقية عمرك وخاصة إنك وقعت في هذه الكبيرة وأخذت حق مش بتاعك أخذت حد مش بتاعك هذه الزوجة التي خانت ذلك الزوج بمعونة منك أنتو الاثنين كل واحد منكم تعدى على حقوق الآخر نسأل الله السلامة وأرجو من حضرتك فور ذلك تقوم فور ما تسمع الإجابة تقوم وتحسن الوضوء ثم تصلي لله ركعتين ثم تتوب إلى ربك وتكثر من الاستغفار وتستتبع ذلك بكثرة الحسنات صنيع الخير أطعم الطعام وصل الأرحام وقم بكل أنواع الخير التي تستطعها ترجو من ربك أن يغفر لك ذلك الذنب وأرجو من الله لكم المغفرة والستر